اشتركوا في القناة 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 بعد اه 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 انا ما يدعم جهاز التسجيل عندي اعرفت الشران اللي هو الابر ميدي يعني انا خايف من شذي يعني ما اودي اني يجيب قطع التسجيل ثانية اني احطها عشان اسجل عن طريق الهدام اي انا ودي ان الواير اللي عندي طبعا اللي هو الانيور برسول كابل اكيد راح يدعم 720p اكيد راح يدعم 1080p اه ما ادري بس انا متأكد انها 720p يدعم الرسولوشن وانا متأكد من الشي هذا ويعني هذا ما اقول لكم يعني هذا اللي انا خايف من عنده لحد الحين من ناحية كفارة الجهاز طبعا لا تحاطوني اذا بتشترونه من الغانم في ضمان على خلل بالمصنع او فشل يعني او خلل مصنع على الجهاز ولا شي يقدروني يردونه لكم ويطنكم جهاز ثاني يعني على حسب عرفت الشران سألتهم عن الكسور سألتهم عن شدخ او شي قالوا لا ما نقبل يعني يعني نسترجع تشاذي لانا اي كسر اي خدش فعنت المسؤول عنه اه فديروا باركم على الجهاز خصوصا اذا كانوا عندكم جهاز ولا شي حاونكم تخلون جهاز الوي الحالة يعني بهايد عن الجهاز ولا امور هذي خاب انكسر ولا شي ما اودكم انتم تشترون جهاز ثاني ولا في ادول الجهاز اش دعوة يبقى كل جهاز عموماً إذا بتحافظ عليه من ناحية الحرارة أو تجنب الأمور يعني الخلل المصنعي أو الأمور هذي فحاول أنك تخلي الجهاز بمكان مفتوح يعني مكان مغموت يعني حاولكم تحطوني الجهاز بمكان مفتوح يدش الهواء يطلع خصوصاً إذا كان أصحاب البرو واللي مشترين نسخة البرو يعطنوا تقريباً ستاندر حق الجهاز الوي يو مو الجيم باد الوي يو طبعاً الجيم باد رح يكون له ستاندر 2 واحد شارج واحد ستاندر عادي أو ستاندر عادي فخلوا يعني مكان حق الجهاز يعني تنسم ياخذ هوا حق البرو سيسر والباور سبلاي حم بعد يعني ضرباكم على حرارة الباور سبلاي لأنه يمكن يضرب أو شي فهذه نصيحتي اللي أقدمها لكم أنكم تخلون الجهاز بمكان مكشوف عساس ياخذ هوا ويطلع هوا على راحته أخاف بعدين لو تحطه يمي الأكس بوكس أو فوق الأكس بوكس أو تحت الأكس بوكس أو تحطه فوق شي أكيد راح يمكن يصير فيه مشكلة أو شي وأنت ما أودك يعني تصير فيه مشاكل أو الأشياء هذي عموماً ما ندري الله عيننا بس على سعار حولي يعني ما ندري شو نقولكم يعني أمازون ما في تغريباً سعارة غالية أمازون ما في أجهزة بأمازون أعتقد أن نعتدره أمازون قاله ما نقدر نحط أجهزة الوي يو وشذي أي حدي تغريباً يقدر يحصل مكان بالإنترنت نقدر نشتري من عنده يوصل على أراميكس يعني نشتري من الموقع هذا يوصل على أراميكس حطه تحت عندي بالكومنت وأنا راح أتأكد من عنده الحين جا دور تغريباً أبديت على القناة مؤخراً لاحظت يعني صار لي أكتيفتي واسع بالقناة قاعد أرفع فيديوهات قاعد أسوي فيديوهات يعني مواجد يعني تغريباً ثالث فيديوهات كل يوم أو يومين ثالث فيديوهات أنا ما كنت مشغول قاعد أطال لمجموعة أفلام بعد ما اصلى حول مشكلة الأبل تيفي كان بودي أني لعب دوم كان بودي أني لعب زونو ذايندرس كان أبودي أني أرفع يعني أربع فيديوهات أرفعهم بس يعني مساء ما تقولون الشغلت شوية قاعد أعطي نفسي وقت شوية يعني لأجهزة وأخر نفسي شوية على الأجهزة احاول استمتع موبي وشي افلام يعني من القبيل هذا فاتشيذي بس لا تخافون في يعني نشاطات واسعة راح تصير ان شاء الله طبعا انا مؤخرا اشتريت لعبة Call of Duty Black Ops ما راح العب موتي بلاير او اسجل حق الموتي بلاير لاني انا ما بي حق احط فيديو حق الموتي بلاير يعني ننظام الفن وهذا لا انا صراحة منعجب بشركة تراي او تراي ايتش او شي غير عن انفينيتي وورد او انفينيتي وورد او شي منعجب بلسنجل بلاير ما لاحيل خصوصة انها السيكول حق بلاك اوبس يعني راح نشوف جيمس وود اعتقد اللي اسمه وودز هذا الشخص اللي شفناه بحرب البياتنام يعني كانت شخصيات بلاك اوبس الجيز الول صراحة عنيفة يعني للامانة السنجل بلاير كان عنيف شخصيات عنيفة قصة حلوة فيها اكشن حلو انا احب شذي اني العب انا طول عمري كنت احب لعب يعني العاب الحرب كنحية أكشن و سنجل بلاير بس اه بعدين تطورنا للمالتبلاير يعني اكيد كل الناس اللحين يلعبون يحطون جيمبلاي حق المالتبلاير والامور هذي انا ما بي تشذي انا حاول اسوي اه اول مرة نلعب حق كالف ديوتي بلاك عوبس وهم بعد ان شاء الله يعني بحاول قد ما اقدر يعني يعني راح يصير عندي راح اضيف شي بالسجدول الجديد اعتقد اللي هو اه كالو بديوتي بلاك اوبس راح يصير خمس فيديوهات بالاسبوع او خمس فيديوهات يعني كل يومين او ثلاثة تشيدي احاول اشتغل مع ذلك اني راح اشترك ان شاء الله بعد اشتراك مدى اضافي احاول الغي هذا اه مدى الغي الوائرس فيه اللي عندي حاليا وخلي طبعا اثرنت حق الكمبيوتر طبعا حق الاي ماك خلي طبعا فقط حق الابلودينج وداولودينج على الاي ماك يعني فرضا انا نزل اللعبة او نزل الابديت او شي فتشيدي عادي اقدر اش بكمل على الاي ماك انترنت بس انا عندي يعني ايباد وعندي ماك بوك طبعا ماك بوك عستعين فيه من ناحية التسجيل الصوت اساس ان شنو وانا قاعدة اللعب اضغط مباشرة انسجل لانا تعرفون الابر ميديا يسجل من حالة والكمبيوتر يسجل من حالة بعدين ادخل من حالة البروسيسر ادمج الصوتين مع بعض يعني الصوت حق الگيم بلاي والفوتج او صوتي ادمجها مع بعض اعرف اولكم باليوتيوب وانتم تستمتون بشذيب لاحدة الهين قادر سمحق الاسكاتجي والياني جدول سوي لنفسي جدول على حسب خليلي تغريبا يومين راحة او ثلاثة ايام راحة لعب لأي لعبة على مزاجي وشذيبا غير ما اسوي لها واختروا ولكن راح ان شاء الله نكمل يعني مع باقي الواختروا بس اهدل حين قادر نفتطر ان شاء الله اسبوع الجاي ااخذ الوي يو اخذ تقريبا مدى عام بعد ودي اخر مدى اضافي اساسي خلي فقط حق الاولاين والامور تذيه من ناحية مدى بنزين جهاز حلو خصوصا مقوين فيه الانتانا اي الريسيفر اللي هو الجهاز الاستقبال حق الموجات الاداهوك او الواي ماكس عرفتو شلون فافكر يعني اني اخذه وخليه اكيد انه رح يطلع عندي بسرعة اكيد 10 ميجا بايت يعني ما ادري لانه انا الحمدالله على كل حال محالفني الحظ اني احصل 10 ميجا بايت 9 ميجا بايت 8 ميجا بايت عندي بالشقة هنا او بالغرفة فهذا طبعا يساعدني حق الابلودين يعني بشكل سريع اراتو شلون فهذا اللي محببني يعني بمدى اموما هذا كل اللي عندي ان شاء الله من تدوين الصوتي حق الاسبوع هذا او يعني حق الحلقة هذي ما رح احط لكم يعني فيها اسبوع وموعدة يعني موعدها موعدة على حسب متى ما شفت اني قدرت اشتغل على تدوين صوتي اشتغلت عليه ان شاء الله اذا اعجبكم التدوين الصوتي او اعجبكم شيء قناتي من ناحية فيديو وهذا اعطوني سبسكرايب واذا اعجبكم الفيديو هذا اعطوني عليه لايك مفضلة شير طبعا ريد فوكس يوصل للعالم وفضلكم انتم يا شباب وإن شاء الله اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة